اشتركوا في القناة لفهمي حيثيات ذلك أبدأ معكم كالعادة بجولة تحليلية لخرائط طبقات الجو كافة ونبدأ من ارتفاع 5 كم في سطح البحر وتحددا عند طبقة 500 ميلي بار والتي يظهر فيها كما تلاحظون على الخريطة فإن الدوامة القطبية ذات الرياحة الباردة جدا بدأت تنكفئ عن مناطق حوض المتوسط الشرقي باتجاه مناطق البحر الأسود والمرتفع الجوي الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من أوروبا بدأ يعود إلى العروض الوسطى عودة المرتفع الجوي إلى العروض الوسطى وانكفاء الدوامة القطبية باتجاه المناطق الشمالية يحفز المرتفع العلوي شبه المداري إلى التعمق في أجواء واسعة من البحر الأبيض المتوسط هذا المرتفع شبه المداري العلوي مرافق عادة لكتلة هوائية حارة نسبيا وأحيانا تكون دافئة خلال فصل الشتاء كما تلاحظون يتعمق في أجزاء واسعة من دول البلقان والبحر الأسود ووصولا إلى حدود أوكرانيا مسيطرا على كامل مناطق بلاد الشام فارضا طقسا دافئا مستقرا بإذن الله بالعوضة لطبقة 850 ملي بار فوق سطح البحر وتحديدا عند 1500 متر نلاحظ هذا اليوم تشكل مخفضون جوي ضحل على أجزاء واسعة من جزيرة قبرص وتحرك باتجاه الشرق نحو بلاد الشام لأثر عليها بهطولات مطرية وتوقع أن يواصل تأثيره خلال ساعات هذه الليلة لليل السبت الأحد على أجزاء واسعة من بلاد الشام بعد ذلك تندفع منظومة ضغط جوي مرتفع سطحية باتجاه مناطق بلاد الشام لتسيطر عليها خلال قادم الأيام هذه المنظومة الجوية تنطلق من جزيرة كريت باتجاه بحر قزوين هذه الرحلة لهذه المنظومة الجوية قد تستغرق أربعة إلى خمسة أيام هي فترة تأثير الأجواء الدافئة المستقرة كما أن حركتها مدفعة من منظومة الضغط الجوي المخفض المتشكلة فوق إسبانيا نلاحظ أن منتصف الأسبوع سيمتد مخفض البحر الأحمر كما تشاهدون بتجاه مناطق بلاد الشام لتنتشر سحب رقيقة مع فرص أنطار متفرقة على مناطق الجزيرة والبادية من جديد تعود منظومة الضغط الجوي المرتفع لتشكل حاجز صد في وجه المخفضات الجوية حتى مطلع شهر نيسان مانعة هذه المخفضات الجوية من الوصول إلى دول شرق المتوسط وفاردة طقسا دافئا مستقرا مشمسا بإذن الله تعالى بناء هذا التحليل تطورات الغلاف الجوي نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون أجواء العاصمة دمشق وعموم المناطق الجنوبية هذه الليلة غائمة بصفة عامة مع فرص زخات مطرية على أجزاء ضيقة من مرتفعات دمشق الغربية وأجزاء من مرتفعات القنيطرة تمتد لاحقا حتى مناطق درعة ومناطق السويدة باحتمال ضعيف تشرق الشمس مع ساعات صباح الأحد على دمشق والقنيطرة مع درعة والسويدة وعموم المناطق الجنوبية ليكون التقس مستقرا مشمسا ودافئا منتصف الأسبوع وتحديدا خلال ساعات نهار الثلاثة تغطي الصحب الرقيقة والعالية أجواء المناطق الجنوبية ثم تعود الأجواء المشمسة مجددا وتميل درجات الحرارة لارتفاع بشكل تدريجي ليزداد زخم هذا الارتفاع نهاية الأسبوع فتكون الأجواء حارة نسبيا مطلع الأسبوع القادم حيث مننا متوقع أن تلامس درجات الحرارة في دمشق ثلاثين درجة مئوية مع عدام فرص الهطول المطري كل ذلك بعد أن يشاء الله تعالى بقي أن نذكر أن كمية الأمطار المسجلة من بداية الموسم وحتى ساعة أعداد هذه النشرة في العاصمة دمشق سجلت 95 ملي متر من أصل 219 ملي متر معد العام أما السويدة فسجلت 268 ملي متر من أصل 344 القنيطرة ارتفعت حتى 651 ملي متر من أصل 628 درعة بقيت عندها 183 ملي متر من أصل 281 ملي متر بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء من الليلة وحتى ساعة ظهر الأحد غائمة مع فرص أنطار متفرقة على مناطق واسعة من الرقة وشمال الحسكة وصولا إلى القامشلي في حين يبقى التقص غائما على أجزاء واسعة من دير الزور تشرق الشمس بعد ذلك وتميل الأجواء نحوها الاستقرار مع ارتفاع واضح وصريح في درجات الحرارة خلال فترة منتصف الأسبوع وتحديدا ليل الثلاثاء الأربعاء تنتشر سحب رقيقة ومرتفعة بفعل منخفض البحر الأحمر قد تنتج عنها زخاط مطر متفرقة على أجزاء واسعة من الجزيرة لكن في العموم يكون تقص الجزيرة قادمة الأيام مشمسا حارا نسبيا وخاصة مطلع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بالنسبة للهطولات المطرية المسجلة من بداية الموسم وحتى تاريخه القامش لي 166 ملي متر من أصل 385 ملي متر معدل عام أما الحسكة فارتفعت إلى 120 ملي متر من أصل 256 ملي متر معدل عام الرقا بقيت عندها 78 ملي متر من أصل 165 ملي متر معدل عام أما دير الزور فما زال معدلها مخفضا وتحقق الآن 27 ملي متر من أصل 160 ملي متر معدل عام أما فيما يتعلق بتقص المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع عموم مناطق الوسط فيكون التقص الليلة غائما جزئيا مع فرص أمطار متفرقة على مناطق واسعة من حلب وخاصة ريفها الشرقي كمناطق جرابلوس ومنبج مع عموم مناطق إدلب والساحل وعموم مناطق الوسط تشرق الشمس صباح الأحد على إدلب وحلب ومع اللاذقية وعموم مناطق الساحلية إضافة إلى حما وحمص ليكون التقص مشمسا مستقرا ربيعيا دافئا ترتفع درجات الحرارة بشكل طردي خلال قادم الأيام لتكون أعلى من معدلاتها مثل هذه الفترة من السنة كما تنتشر السحب الرقيق العالية غير الممطرة منتصف الأسبوع ونهايته مع عدم وجود توقعات لأي زخات مطارية والله تعالى أعلم وأقدر نصل بكم الآن إلى هطلات المطارية المسجلة من بداية الموسم وحتى ساعة إعداد هذه النشرة حيث سجلت إدلب المدينة 378 ملي متر من أصل 480 ملي متر معدل عام في حين بلغت حلب 250 ملي متر من أصل 324 ملي متر معدل عام حما سجلت 230 ملي متر من أصل 330 ملي متر معدل عام أما حمص فسجلت 341 من 382 معدل عام اللاذقية وصلت 902 ملي متر من أصل 839 ملي متر عام وبهذا تكون قد تجاوز معدلها السنوي ترطوس عندها 858 ملي متر من أصل 1018 ملي متر معدل عام ننتقل الآن إلى تفاصيل تقس إدلبا وحلبا وعمل من المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء مشمسة مستقرة تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا حيث تلامس نهارا 16 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى درجة 30 كما تحب الرياح الشمالية الغربية بمتوسط سرعة 11 كم في الساعة تعمل وانظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية الأثنين تقس مشمس مستقر دافئ تولي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل 16 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 3 درجات مئوية تتحرك الرياح الشمالية الغربية بهدوء لتصل سرعتها بالمتوسط 8 كم في الساعة كما تعمل وانظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية الثلاثة تنتشر في أجواء المنطقة سحب عالية ورقيقة ليكون الطقس غائما دافئا درجات الحرارة تكون حول معدلاتها نهارا مع 20 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات في حينته بالرياح الشرقية بسرعة 13 كم في الساعة كما تعمل وانظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متوسطة نهار الأرعاء أجواء مشمسة مستقرة مائلة للحارة نسبيا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتسجل خلال النهار 21 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى 6 درجات تهب الرياح الشمالية الشرقية بسرعة 12 كم في الساعة كما تعمل وانظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية الخميس تقص مشمس مع انتشار طفيف لبعض الصحب العالية الرقيقة ارتفاع جديد في درجات الحرارة حيث تسجل 23 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 9 درجات تهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة عند 10 كم في الساعة كما تعمل وانظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية الجمعة يكون الطاقة مشمسة مع انشغال الأجواء بسحبين رقيقة متفرقة من وقتين إلى آخر تحقق درجات الحرارة قفزة نوعية تلامس 26 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 12 درجة مئوية تتحرك الرياح الشرقية بسرعات ضعيفة تلامس 10 كم في الساعة كما تعمل انظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية السبت تقص مشمس حر نسبيا تصل درجات الحرارة ذروة الارتفاع حيث تسجل نهارا 28 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى 13 درجة مئوية في حين تهب الرياح الشرقية بسرعة 11 كم في الساعة كما تعمل انظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية إذن من المتوقع أن يكون طاقس الأسبوع القادم صحوا مستقرا ربعيا دافئا بامتياز إلى حر نسبيا في نهايته مع فترات تشميسة ظاهرة وغالبة على السحب الرقيقة التي قد تشغل السماء أحيانا وعليه أتوجه للأخوة المزارعين بالنصائح التالية الأجواء مناسبة لإعادة زراعة شتول الخضار الصيفية في الحقول الباكورية التي ضربها الصقية حبيبات سماديليورا تتأثر سلبيا بالشمس الصاطعة إذا لا أنصح بالرش مطلقا خلال أيام الأسبوع القادم طقس الأسبوع القادم مناسب جدا لرش مبيدات القتل العام كالجليفوسيت والجرامكسون ومقبول للمبيدات الانتخابية كالجرانستار والأفالون والبيكتو والسوبر ديردكت لن يكون طقس الأسبوع القادم مناسبا على الإطلاق لرش حقول الكمون بمبيد الهيمكسازول المستخدم لمكافحة أمراض الذبول متابعين الكرام إن أجزاء من هذه النشرة تصنف ضمن نطاق التوقعات بعيدة المدى لذا ستكون ضعيفة الثباتية ويجب مراجعة تحديثاتنا اليومية المستمرة لنشرة جوية الأسبوعية لمعرفة كل جديد كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أناصر رحمون من استرهاد المبيعون السوريون في إدلب استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته